أرحب معي في الستوديو بضيفي العميد محمود محيددين الباحث في شؤون الأمن القومي أهلاً وسهلاً أهلاً بك فانا عمودين طيب لو بدأنا من تطورات الموقف العسكري الآن أو قبل قليل كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن حصار غزة بسرطة كيف رأيت هذا التصريح؟ يعني كان قبل قليل يتحدث معي الأستاذ أكرم عطلة ويقول بأن كلمة حصار غزة هي كلمة كبيرة أو تعبير كبير ده حقيقة الجيش الإسرائيلي عدل من الخطط بتاعته مؤخراً وهناك تطوير دائم لهذه الخطط والمقصود بحصار غزة هو حصار مدينة غزة وليس قطاع غزة ليه مدينة غزة حضرتك؟ لأن في لقاءاتي مع سيادتك احنا تكلمنا على المبادرة اللي عملوها في رئيس الأركان في شعبة العمليات بأن يهم يتقدموا شمال ودي غزة يعزلوا المحافظتين الشماليتين بغرض أن الهجوم على معاقل حركة حماس ومعاقل حركة الجهاد الإسلامي باعتبار أن القوة الضربة الرئيسية أو 60% من قدرات المقامة موجودة في هذه المنطقة ولكن ثبت من خلال القصف الجوي العنيف الغير مسبوء التدمير الشامل اللي تم لهذه المنطقة أحياء بالكامل يعني مبقاتش موجودة ومع ذلك التقديرات الأمريكية أن هذه الضربة والهجمة الجوية على مدار 21 يوم لم تؤثر التأثير القوي في قدرات المقاومة وليست تقديرات إسرائيلية الأمريكان مشاركين في كل شيء فيما يتعلق بتصويب القرار الإسرائيلي لأن عدم صواب القرار الإسرائيلي يضر بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية بكل تأكيد في المنطقة فوجهة النظر الأمريكية اللي اتفق عليها أيضا إسرائيليا أن الضربة الجوية لم تؤتي سمارا كبيرة لذلك تم هناك تعديل في فكرة خطة الهجوم البري زي ما تكلمنا مع ساتك برضو قبل كده وإحنا أول ناس حددنا استراتيجية الهجوم وقلنا أن هي ثلاث مراحل ناس حددك قلنا أن فيه استراتيجية رقم واحد في استراتيجية الهجوم هي الضربة الجوية المركزة وتمت ونتيجها حتى الآن على قدرات المقاومة مش كبيرة وما فيش معلومات رغم ما أحدثته هي كان تأثيرها مدمر على السكان يعني كان تأثيرها مدمر على السكان ويعني هي هذه العملية قد تؤدي بإسرائيل إلى محكمة جرائم الحرب لأن هناك تهجير قصري وهناك انذار من حكومة دولة اعتلال بترحيل واحد واحد من عشر مليون مواطن من أماكنهم إلى المجهول يعني مش إلى منطقة آمنة لا إلى المجهول النقطة الثانية حضرتك كانت عملية الاقتحامات البرية بغرض فتح ممرات للقوة الرئيسية الاستطلاع بقوة على الأرض العمل المشترك من خلال غرفة عمليات رئيسية في قيادة المنطقة الجنوبية يشارك فيها القوات البرية مع القوات الجوية مع القوات البحرية في سواح الجزة هذه المرحلة انتهت في أول ثلاثة أيام لم تستمر كثيراً لماذا؟ لأنها كانت معنية بوصول القوات على مفاتيح البلاد أو بدايات التجمعات السكانية وهذا تم دفع عديد القوات في المناطق الأحراش والمناطق الرملية في شرق القطاع المرحلة الثالثة اللي بتتم بقى سؤال سيادتك النهاردة ماذا يحدث الآن؟ ما يحدث الآن هو تطور نوعي في الخطة أنا بقى حيله إلى اتجاهين ضيق الوقت للجيش الإسرائيلي فاضطر أنه يهجم على عديد المحاور يعني مش يهجم بس في الشمال والشمال الشرقي لأ ده هو فتح محور في اتجاه خان يونس فتح محور في اتجاه دير البلح فتح محور في اتجاه جنوب مدينة غزة الغرض من هذا الموضوع هو تطويق مدينة غزة بالإضافة إلى المنطقة الشمالية وجهة نظر الجانب الإسرائيلي أن مهما حدث من هجوم على كافة المحاور إلا أن تظل القوى الرئيسية أو مراكز العمليات وإدارة العمليات هي أسفل مدينة غزة في مجموعة الأنفاق تحت غزة وفي المنطقة الشمالية المنطقة الشمالية هناك قوات تعمل الام عبارة عن لواء مشاه ميكانيكي زائد كتائب المدرعات بتاعته كتبت المدرعات بتاعته الدبابات بالإضافة إلى كتيبة من اللواء المظلي بالإضافة إلى كتيبة من اللواء الجفعاتي وهذه القوات بالإضافة إلى سلاح الهندسة بالإضافة أيضا إلى أسلحة أخرى نوعية متعلقة بأعمال تقديم الدعم الفني والاستخبارات على الأرض وأصبح هناك مراكز عمليات متقدمة صغيرة هي من توجه الطيران لتنفيذ الهجمات التكتيكية استخدام الـ F-16 الأباتشي الطائرات بدون طيار هذه عملية شبه منفصلة عن العملية اللي ستك أشرت إليها في فكرة حصار مدينة غزة ده موضوع جديد دكتور عمر ده تم من إمبارحه من ليلة أمس نتيجة أولاً ضيق الوقت النقطة الثانية عدم قدرة القوات الخاصة الإسرائيلية على التمسك بالأرض علشان حضرتك قوة عسكرية تتمسك بالأرض من يتمسك بالأرض المشاه ثم المدرعات علشان كده بيسم المشاه حتى عندنا في الجيش المصري سادة المعارك لأن هم دول علامات الدولة في التمسك بالأرض وهم دول اللي بيفرضوا وجود الدولة في عملية التحرير هتلاقينا هجبنا في حرب اكتوبر بخمس فرق مشاه الفرقة كم كتيبة؟ الفرقة حضرتك أربعة لواء أربعة لواء واللواء حضرتك ست كتائب ست كتائب فإحنا أول جيش في العالم ينفذ ضربة هجومية بخمس فرق على جابها واحدة وينتصر وبحلول آخر دوق يكون فيه تمانين ألف جندي مصري احتل منطقة خط برليف وإعلانا بالنصر عشان كده الجانب الإسرائيلي حتى في باقي معارك الحرب لم يستطع أن يمحوا أن خمس فرق مشاه مصرية استطعت أن نفس الفكرة بيحاول الجانب الإسرائيلي ينفذها في قطاع غزة أنه هو يفرض على الأرض وجود عناصر المشاوة وعناصر المضرعات إلا أن الكلام ده يستطيع الجيش الإسرائيلي عمل هذا لكن لا يستطيع أن ينام أو يأمن من قدرات المقاومة وبسالة عناصر المقاومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر